في الوقت الذي تقوم فيها القوات الجوية الأمريكية بالتحضير للطلعة الجوية الاختبارية الأولى للطائرة القاصفة يقوم مطور الذخائر والأسلحة بإضافة منصات وأجهزة وبرامج كمبيوترية محدثة على B21 الشبحية الأقدم مع تعزيز قدراتها لحمل المزيد من الأعتداء ففي المرحلة الحالية تعتمد خطة القوة الجوية الأمريكية على إبقاء طائرة B2 القاصفة الشبحية فعالة ضد القدرات المتطورة للدفاعات الجوية على الأقل لعقد قادم وحتى دخول عدد كاف من الطائرات الحديثة الB21 الخدمة والهدف هو أن تطير هذه القاذفات الشبحية القديمة جنبا إلى جنب مع طائرة B21 وبما أنه يعتقد أن طائرة B21 الجديدة ستعمل بمفهوم تشغيري شبحي مختلف تماما عن عمل الطائرة الشبحية الحالية يبدو أن سلاح الجوي يبدو جهودا حاسمة لضمان بقاء العدد الصغير من قاذفات الB2 والبالغ عشرين أن تبقى قادرة على العمل والمنافسة فستخضع طائرة الB2 إلى ترقيات متعددة لوجه تشمل مجموعة واسعة من التقنيات مثل ترقية الاتصالات اللاسلكية عالية التردد لتصبح أكثر أمانا من الاختراق أو معالج كمبيوتر جديد ليصبح أسرع ألف مرة من السابق ومواءمة الذخائر والأسلحات الحديثة مع طائرات الB2 مثل قنبلة الB61 ذات القدرة النووية ففي السنوات الأخيرة أحرزت القوات الجوية تقدما سريعا في العديد من الترقيات الهامة للطائرة B2 من خلال إضافة أجهزة استشعاري ليشهر إليها باسم نظام الإدارة الدفاعية Defense Management System حيث تهدف هذه المستشعرات الجديدة التي استمرت عملية دمجها التدريجي في الأسطول منذ عدة سنوات إلى تمكين طائرة الB2 وذلك من تحديد مواقع الدفاعات الجوية للعدو وبالتالي اختراقها وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاصة حيث أن الجيل الجديد من الدفاعات الجوية الروسية قد يكون لديه بعض القدرة على تتبع الطائرة الشباحية الحالية هذا الادعاء أشارت إليه بعض وسائل الأعلام الروسية ولكن لم يتم التحقق من بعد حيث يوجد فرق كبير بين رؤية شيء ما والقدرة على إنشاء مسار رادار والإجتباك أو ضرب الهدف الجوية ومع ذلك فإن الولايات المتحدة أعتبرت أن الدفاعات الجوية الروسية الجديدة تشكل تهديدا جديدا لأنها لا تصل فقط إلى نطاقات أطول ولكنها تستخدم أيضا معالجات رقمية عالية سرعة قادرة على ربط شبكة الدفاعات الجوية ببعضها البعض ومشاركة بيانات الاستهداف وكذلك فعالية تغطية القطاعات الجوية لكل بطارية كما أنها تعمل أيضا على عدد متزايد من الترددات ومع ذلك هناك تباين كبير بين قدرة رادار المراقبات التردد المنخفض على التأكد من أن الطائرة الشابحية موجودة بالفعل ورصد مكان وجودها وبين قدرة رادار الاشتباك على التردد على الحفاظ على مسار رادار الأسر وأضيق بكثير على أدف المتحرك أي التكامل الراداري في المنظومة وهذا يتطلب قدرة تكنولوجية عالية ومن المرجح أن تكون تفاصيل كيفية أداء التخفي ضد أنظمة رادار معينة مثل رادار الروسي المحدث S-400 أو S-500 على الأحدث غير متاحة في العالم لأسباب أمنية مفهومة حيث أوضح كبار قادة القوات الجوية أن التكوين الخفي والطلاء وإدارة البصمة الحرارية والمواد العزيلة للرادار هي مجرد البداية عندما يتعلق الأمر بهزيمة الدفاعات الجوية للعدو هذه التفاصيل تبدو مهمة للغاية وذات تصيلة بنظام الإدارة الدفاعية للطائرات البيتو لأن المستشارات المتقدمة الجديدة مصممة خصيصا لتحديد مواقع الدفاعات الجوية المتقدمة للعدو بحيث يمكن للقاذفات الشبحية البيتو المراوغة أو التحليق حولها لتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى ومن غير الواضح تحديد مدة بقاء طائرة البيتو في الخدمة ولكن مع هذه الترقيات من المرجح أن تبقى طائرة البيتو الشبحية في الخدمة لعقود عديدة قادمة بسبب سلسلة التكنولوجيا الفائقة وتطوير الأداء المصمم لتحسين أجهزة الاستشعار وتوسيع ترسانة أسلحتها وزيادة سرعة معالجة الكمبيتر بشكل كبير فالقوة الجوية الأمريكية مستمرة في ترقية طائراتها الشبحية إضافة لطائرة جيل الرابع بلاس فور ولأسباب عديدة منها استحالة تطوير منصات جديدة فائقة القدرة عالية التكنولوجيا خلال أقل من عقل من الزمن في ظل التحديات العسكرية الحالية فمن خلال تطوير المفاهيم القتالية الجديدة أضار سلاح جو شركة نورثروب كرومان قدرة قاذفة البيتو القديم على إطلاق نسخة متورة من صاروخ المواجهة المشتركة الأرض جوة في بيان صحفي حديث من شركة نورثروب كرومان ذكرها أن صاروخ جسم ER طويل المدى ثم إطلاقه بنجاح من طائرة البيتو في ديسمبر 2021 ما يمثل تحولا كبيرا إلى الأمام في مجال نجوم الجوي الموجهة حيث يعد هذا الصاروخ هو البديل الأحدث لسلاح المستخدم حاليا على متن هذه الطائرات والذي يسلح أيضا قاذفة البيون بي والأف إي تين أس فعندما تطير طائرات مثل البيتو والأففتين والبيففتين تو وهي محملة بصواريخ قادرة على تدمير أهدف سطحية من مسافة تصل إلى خمسمائة ميل بحرية تكون مجهزة وقادرة تكتيكيا على شن هجمات خطيرة على الدفاعات الجوية للعدو والقوات البرية والدفاعات الجوية في نطاق المواجهات الأكثر أمانا حيث يمكن لمعظم أنظمة الدفاع الجوي وصاروخي الحديثة أن تصل إلى مدى أقصى حوالي 125 ميلة مما يسمح للطائرات أن تتمركز في موضع يمكنها تنفيذ غارات بقدرات عالية وخطر منخفض على الطواقم والطائرات وهذا نوع من العمليات يطلق عليها ستاند أوف ومع وضع هذه المعادلة التكتيكية في عين الأعتبار اتخذت القوات الجوية الأمريكية وشركة لوكيت خطوة جديدة لعمل ترقيات لبرامج صاروخ المواجه المشترك الجو أرضي جاسما وهو السلاح الذي ظهر لأول مرة منذ ما يقرب من عشر سنوات وتسعى هذه المبادرة لتطوير برنامج الترقية المستمر للذخيرة المعروفة باسم الوقت التشغيري الحقيقي القتالي وتحليل اختلافات المسار اثنين لصاروخ جاسما أور سي ايا حيث يعد هذا البرنامج إصلاحا تقني مصمم لتحسين روابط بيانات الاستهداف وواجهة المستخدم البيانية مع بيانات القصف وأنظمات الكمبيوتر المختلفة المتعلقة بإطلاق السلاح ورحلة الهجوم فمن الممكن تتبع الصاروخ والهدف بالوقت الحقيقي وتغيير المسار والاتجاه والهدف حتى آخر لحظة يعد هذا البرنامج في الأساس ترقية برمجية وظيفية لمختلف الاعتداء وهو تعديل تقني أصبح شائعا بشكل متزاهد بما يتعلق بتحسينات الذخيرة الذكية يمكن أن تؤدي الترقيات البرامجية للصواريخ والقاذيفات وأنظمة إيصال الذخائر وحتى المقذوفات مثل المدفعية البرية إلى تحسين التوجيه وتوسيع النطاق في بعض الحالات وتحسين الاستهدافة أو المساعدة في بناء صاعق قابل للبرمجة ويمكن للصاعق المبرمجة مسبقا أن تمنح المهاجمين طرقا أحدث وسريع للتعديل للهجوم مثل التفجير عن قرب أو التفجيرات المتأخرة المستخدمة في القنابل المستخدمة في القصف الجوية فعلى الرغم من توفر القليل من التفاصيل المتعلقة بالتحسينات البرمجية فلن يكون مفاجئا على الإطلاق إذا تم تعديل أغلب الذخائر بشكل أكبر لتدمير الأهداف المتحركة حيث تشير بعض المعلومات إلى القدرة الفعلية على إصابة أهداف قابلة لإعادة التموضع وهو إشارة إلى المزايا التكتيكية المرتبطة بدرب الأهداف المتحركة في الغالب يتم هذا الأمر باستخدام تقنيات مثل التصويب بالليزر وزيادة مستوى استقلالية أجهزة توجيه الذخائر لتعمل بالذكاء الاصطناعية يستجهد موقع السامددكوف في وصفه لبرنامج الأورسي إي بالأتمتة والتعديل المزيد من الأسلحات لتحسين المسار والتتبع والاستهدافة وأخيرا وربما الأهم أن الترقية ستجري بعض التعديلات أثناء الطيران لضرب الأهداف المتحركة وعلى سبيل المثال القدرة على تدمير رتل المدرع المتحرك من طائرة مقاتلة تعمل على بعد مئات الأميال أمر يمكن تسميته بثورة تكنولوجية نادرة هذه القدرة ذات أهمية كبيرة لطائرة البيتو لأن القدرة على تدمير الدفاعات الجوية للعدو من نطاقات بعيدة تجعل الطائرات الشبحية أقل عرضة للخطر إضافة إلى فتح الثغرات في الدفاعات الجوية لدخول الطائرات والأعتداء غير الشبحية لتدمير المنشآت الحيوية وبدقة يقول الخبراء أن القوات الجوية الأمريكية وشركة نورثروب كرومان يعملان أيضا على تحديث نظام التشفير ونظام الاستهداف بمساعدة الرادار RATS على متن قادفة البيتو الشبحية كجزء من سلسلة مكثفة وواسعة النطاق كالترقيات للطائرة لضمان قدرتها على الاستمرار في تأدية الوظائف التشغيلية في البيئات الحديثة عالية الخطورة ضد الخصوم المتطورين تقنيا وبجانب وظائف أخرى سوف يعمل نظام الاستهداف بمساعدة الرادار RATS بشكل أفضل لتمكين طائرة البيتو من إدارة وإيصال الذخيرة النووية المطورة حديثا حيث يضيف سلاح البي سيكستي وان تول مستوية جديدة وكبيرة من الاستهداف الدقيقة ويدمج عدة أنواع مختلفة من خيارات الهجوم في سلاح واحد فبدلا من الحاجة إلى نساخ منفصلة من السلاح لتأدية وظائف مختلفة يستطيع هذا السلاح في حد ذاته أن ينفذ هجمات خارقة للأرض وضربات منخفضة القوة وهجمات عالية القوة وتفجيرات سطحية وخيارات خارقة للتحصينات كل ذلك في سلاح واحد يتم ذلك عن طريق ما يسمى النتائج المتغيرة والمحوسبة استنادا إلى نوع الهدف وحاجة التدمير variable yield يعتقد الخبراء أن هناك مزايا كبيرة في تبسيط وترقية أنواع مختلفة من القنابل النووية إلى سلاح واحد بما في ذلك قدرة الطائرة المزودة بالأسلحة مثل B-52 أو B-2 على تسلح نفسها بعدد أكبر من القنابل ففي كل عملية هجوم جوي حسب هذا التطوير سيتم استخدام قنبلة من نوع واحد تبرمج حسب المهمة وبالتالي ستستطيع الطائرات حمل عدد كبير من هذه القنابل من نوع واحد هذا السيناريو فعال في حال ضرورة شن هجوم نووي متعدد الأوجه أو هسع نطاقة يتم فيه إسقاط قنابل متعددة من نفس النوع وبقدرات مختلفة يتم برمجتها إما قبل أن تحمل في القاعدة الجوية أو خلال الرحلة من قبل الطاقة ففي حين أن فكرة الضربة النووية التكتيكية أو المحدودة لا تزال موضع نقاش حاد بين السياسيين والعسكريين فأن تفكير القوة الجوية يتوافق مع فكرة أن مجرد إعطاء القادة والتواقم الجوية مجالا أوسعا من الخيارات يعزز موقف الردع العام هنا يرى بعض الخبراء الأمريكيون أنه يجب إيصال رسالة واضحة إلى الخصوم المحتملين مفادها أن أي استخدام للأسلحات النووية يجب أن يقابل برد فعل كارثي هائل مما يشير إلى أنه لن يكون هناك أي حجة لأي نوع من الحرب النووية المحدودة أو الاستجابة النسبية هذا المسعى يدعم رؤية مؤيدي أعطاء القادة خيارات نووية متعددة لمزيد من احتمالات الهجوم المضادة بعد النظر عن كيفية استخدام الأسلحات أو عدم استخدامها فهي تعمل كرادع فعال فعلى سبيل المثال التكنولوجيا التي تتيح خيارات نووية منخفضة القوة أو تفجير منطقات محددة بشكل كامل تتني المهاجم المحتمل عن المخاطرة بهجوم نووي تكتيكي أو منخفض القوة ولدعم هذه القدرات فقد قامت شركة نورثوب كرومان مؤخرا بتطوير أجهزة اتصالات للقادفة الشبحية القادمة البيتو مبني على تشفير البيانات للقيام بعمليات القصف من مسافات بعيدة وخارج نطاق منع الوصول اي تو اي دية بأمان ودون أي خطر من اعتراض خط الرحلة على الأقل من ناحية الاتصالات وعبر الأقمار الصناعية الصينية أو الروسية اشتركوا في القناة